دخلوا على الأقدام ورحلوا في نعوش بين ركام الدمار الذي خلفه الحريق الهائل في وحدة العناية بمرضى كورونا في مستشفى الحسين في الناصرية بقية بطانيات ملونة وفي المكان أقرباء للضحايا يبكون ويعبرون عن غضب عارم ومرة أخرى يصاب العراقيين بفاجعة جديدة هي امتداد لفواجع مؤسفة سابقة من دون حلول على الرغم من كل التحذيرات والمطالبات وهذه المرة حريق أسفر عن استشهاد أكثر من مئة شخص أبوه هنا يقول أبوه بسرد عرفه وين صار هاي جنسيته ماكو مواخر المطار ترى أكو بعد أكو بعد واشغلات والناصرية والله العظيم الناصرية ماكو الناصرية والله العظيم تنطق كلمة الحق مثل ما نطقى الإمام الحسين والله العظيم احنا ولد إمام الحسين والله ما نسكت عظل مخصوب بالله هذا المتر ماله بثلاثين ألف دينام النفط هي الصدر بملايين دينام ليش بناء المستشف مباق؟ يموت قبل أن تجي الانتخابات الموت جملة بعد ما تجي الانتخابات هم يجي يجيبون الشباب كلها جملة ليش الالفيانات ترقضوا وين الموظفين وين مدير المستشف هذا وقال مواطنين أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانات الأكسجين وسرعان منتشر من دون أن يترك أي فرصة للمرضى أو زوارهم للنجاة فقد انهار سقفه المصنوع من الصفيح وغطى جدرانه المتضعض على السواد وتناثرت الأغطية والملابس في كل مكان سادت معظم الليل حالا من الفوضى كافح من خلالها رجال الإطفاء طيلة ساعات للسيطرة على النيران فيما هرع مئات من السكان إلى المكان في محاولة لإجلاء المرضى المحاصرين فقبل أن تخمد النيران وفيما الدخان ما زال يتصاعد من البقية المتفحمة دخل أقارب الضحايا المفجوعون وقد لفوا وجوههم بقمصانهم فيما مزق آخرون ملابسهم وسط صرخات مؤلمة أنا يوم الثالث اليوم الثالث أدور على صاحبه مانايم الحد الآن ما هو هو استعلاماته يانم دائرة وجاي ينقذ العالم وأكثر من الاستعلامات طبوا هنا وما طلعوا وهذا صاحب اليوم الثالث مق الكوادر الطبية ثلاثة ماتوا والحد الآن جوا النقاض ما ناقينهم لا المراجعين ولا هاي كاظمي يودي وزير شباب رياضة لجنة التحقيق وين صارها وين دائرة أدري شنو هاي الناس الأبرياء يعني ما هذا شعب الله هو أكبر هذا هو عبر المواطين عن غضبهم جراء القرارات الحكومية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع ويوظيفون أن على الدولة اتخاذ التدابير المطلوبة في مثل هذه الأماكن التي تتعلق بحياة الناس والتصدي للفاسدين لوضع حد لهذه المآسي فيما أعلن الكاظمي عن فتح لجان للتحقيق في الحادث وأمهلهم أسبوع لمعرفة المتسبب وقال مواطنين أن هذه التدابير قد لا تكون كافية للحد من غضب العراقيين الذين يعيشون معاناة أصلا بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونقص في الخدمات لقناة WTV وطن مشتبى صالحة